بعد توقف دام أسابيع عود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تحركاته في المنطقة إثر وصوله اليوم إلى الرياض ولقائه أمن عام مجلس التعاون الخالجي الدكتور عبداللطيف الزياني لقاء يأمل من خلاله ولد الشيخ تحريك الملف السياسي الذي دخل مرحلة غير مسبوقة من الجمود مع بقاء التحديات نفسها منذ أن وضعت الحكومة في مأزق الخيارات الصعبة حيال خطة الأمم المتحدة التي لا تقود إلى سلام بل تعيد إنتاج الفوضى والحروب وفقا للرئيس هادي لم تنجح عود الرباعية بإعادة النقاش حول الصيغة الأممية لخطة السلام في توفير فرصة للتئام الحكومة والمتمردين في جولة مشاورة جديدة وزير الخارجي عبد الملك المخلافي أكد خلال لقائه وفدا طلابيا من جامعة هارفرد الأمريكية أن عام 2017 سيكون عام السلام وإنهاء الانقلاب وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل في المرحلة الحالية على تعزيز المساعدات الإنسانية وإنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار المناطق المحررة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام لم يوضح وزير الخارجي الكيفية التي سيتم من خلالها تحقيق السلام من منشود في وقت يعود فيه وفد حوثي إلى صنعاء عبر مسقط في ختم جولة شاملة الصين وروسيا دون أن يذكر المزيد من التفاصيل حول نتائج هذه الجولة التي يصفها المراقبون بأنها محاولة من الحوثيين لكسر الطوق المفروض على وجودهم في صنعاء ذهب المبعوث الأممي إلى الرياض لكن من السابق لأوانه الحكم على جدوى هذه التحركات التي بدأت من أكثر العواصم العربية تأثيرا في الملف اليمني وسط هذا الصخب العالي للمعارك التي تحاصر الإنقلابيين من كل صوب